تحت اسم طريق التنمية وأحياء لطريق بغداد برلين من جديد أعلن العراق عن مشروع بقيمة 17 مليار دولار لربط ميناء الفاول السلع على ساحله الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق ليحول البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا وأشار المدير العام لشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إلى أن طريق التنمية ليس طريقا لمرور البضائع أو المسافرين فقط بل سيفتح أبواب التنمية في العراق على حد تعبيره تطمح الحكومة العراقية بأن يضم المشروع قطارات عالية السرعة لنقل البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كم في الساعة إضافة إلى ذلك سيمد المشروع خطوطا إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنبيب النفط والغاز كما يتطلع العراق إلى جد باهتمام الدول العربية للاستثمار بمشروع طريق التنمية الذي من المتوقع أن تصل إيرادته إلى 6 مليارات دولار سنويا بينما من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 20-29 إذا تم بدء العمل في مطلع العام المقبل بعد تراجع إمدادات الغاز الإيراني يبدأ العراق الربط الكهربائي مع الأردن بشكل رسمي مطلع يوليو المقبل فيما يستعد لإجراء مماثل مع الخليج وتركيا في وقت قريب بحسب المتحدث باسم وزارات الكهرباء العراقية أحمد موسى فإن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن ستكون بطاقة 50 ميجا وات لتغذية الشبكة الوطنية بمحافظة الأنبار وضف موسى إن الربط مع تركيا جاهز أما مع الخليج فأشار إلى أنه تم توقيع خمسة عقود مع دول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق ويحتاج هذا الربط قرابة عام ليدخل حيز التنفيذ ينضم إلينا من بغداد دكتور محمود داغر أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد أهلا بك دكتور الكثير من المشاريع حول العراق يبدو أيضا بأن العراق يود أن يستعيد مكانته كلاعب رئيسي في المنطقة عندما نتحدث اقتصاديا دعنا نتحدث عن مشروع الربط بين أوروبا وآسيا ما هو تقييمكم له ما هي قراءتكم له بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك والمشاهدين لمحطتكم طبيعي العراق وخلال عشرين سنة مضت لم يستطع أن ينوع اقتصاده وتزايد اعتماده على المورد الريعي لذلك فإن اختيار مثل هذا المشروع الاستراتيجي هو بداية ونقطة انطلاق لتنويع الاقتصاد الأحادي الجانب الشيء الآخر أن الموقع الجغرافي للعراق كنقطة وصل ما بين القارات يستطيع أن يساهم بتخفيض كلف النقل عن طريق الاستفادة من الربط ما بين ميناء الفاو الذي هو الآن أيضا مشروع استراتيجي سواء كان بالأرصفة الجديدة أو بالقناة الجافة يستطيع هذا المشروع الربط مع الحدود التركية ومن ثم مع أوروبا هذا المشروع بالحقيقة هو إحياء لمشروع قديم كان يربط بالسكك الحديد من العراق إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا في برلين أعتقد أنه سيخفض وقت وصول البضائع إلى من 33 يوم عن طريق خاصة من الواردة من آسيا من دول آسيوية فرح يخفض عدد الأيام من 33 يوم إلى أقل من 15 يوم وكذلك سيوفر كلفة إضافية للناقلين هذا المشروع إذا ما أقيمه على أساس إنشاء منطقة صناعية في الفاو ومحطات على الطريق تستطيع خلق قيم مضافة وتحقيق رافع مالية للاقتصاد العراقي هذا يعطي طبعا مشروع أماله كبيرة ويعيد العراق دائما على الخارجة خاصة في الملف النفطي ولكن يعيد إلى العراق أيضا مكانته كصلة توصل اليوم العراق يضع أو يخصص 17 مليار دولار لهذا المشروع في هذا الإطار من أين سيتمكن من تمويل المشروع؟ ما هي أبرز تحديات هذا التمويل؟ أعتقد المؤتمر الذي عقد أمس بحضور كل دول الجوار إضافة إلى طبعا تركيا ودول الخليج الكويت الإمارات السعودية عمان قطر باعتقادي أنه طرح من قبل السيد رئيس الوزراء كمشروع استثماري ممكن أن تستفيد منه هذه الدول مجتمعة وإذا ما شاركت في تمويل هذا المشروع فضلا عن ذلك العراق من الممكن أن يوظف إرادات النفطية المرتفعة خلال هاتين السنتين في البدء الجدي بالمشروع بالسنة القادمة يعني إحنا سيصير لدينا محطتين زمنيتين المحطة الأولى هي محطة عام 2025 سينتهي مشروع الفاو أو ستبدأ مخرجاته بالظهور سنستفيد من هذه المخرجات لاستمرارية العمل للرحل يبدي عام 2024 بطريقة التنمية وصولا إلى عام 29 باعتقادي المشروع استثماري مطروح أكثر منه مشروع فقط تموله الموازنة العامة العراقية رغم الإمكانيات التي لو استطاع العراق تقليص نفقاته لا أوجد منفذا لزيادة الإنفاق على هذا المشروع شكرا جزيلا لك دكتور محمود داغر الأستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد كنت معنا من بغداد